تحدثت معكم كثير على ما يحدث في مالي ونعود للخص تقريباً وشخلت في الأشهر الماضية والأسبوع الماضية خلاصتها أن الإمارات استطاعت أن تقلب الإنقلابيين في باماكو ويرأسهم شخص يسمى العقيد كويتا ومعاه مجموعة من العقادة والرواد إلى آخرها عسكريين استطاعت أن تقلبهم ضد النظام الجزائري نظام الجزائري كان متحالف مع هذا المجموعة الإنقلابية وجاب لهم حتى فاغنر في 2021 ودخل الروس عن طريقته من راست إلى مالي ويحاربوا من؟ يحاربوا الأزواد من هم الأزواد؟ الأزواد هي مجموعة من القبائل التارقية والعربية والإفريقية والفلانية إلى مجموعة من القبائل لكن الناس يعرفوا أكثر توارك لكن الحقيقة هي مجموعة باشي حاربوا هذا كان شنغريح أوشعمل في 2021 كان قلاب على السياسة الجزائري المتابعة سابقاً سياسة الجزائري المتابعة سابقاً تقول باللي نحافظ على مالي كدولة ولكن مع حكم ذاتي لأهل أزواد كثيرين في الأزواد لا يقبلون هذا يقول لك إحنا كنا مستقلين قبل باماكو إحنا كنا دولة إحنا كنا حضارة إحنا كنا إلى آخره وفي مالي أيضاً كثيرين يقول لك لا هذا ما نعطون لحكم ذاتي لأهل لكن هذا حكم موسط إلى شيئنا وبالرغم من انتقادات العصابة وبالرغم من انتقادات الاتفاق 2015 إلي أني أراه هو الأقل سوء في الأوضاع الراهنة وهو أفضل مما هو مطروح من جهات أخرى لكن شنغريحا ارتكب خطيئة خطيئة كبيرة عندما جاب الروس بعدما سبهم ماكرون في سبتمبر جاب الروس في أكتوبر ودخلهم الفاغنر باش يعاونوا الانقلابيين في مالي اللي كانوا يقولوا باللي قريب يقولوا للشنغريحا أنت ربنا الأعلى كانوا كما السيسي واشي يدير مع مرسو كانوا يشكروا شنغريحا ويقولوا الجزائر وانتم ما ركوا معنا فجاب لهم فاغنر ولما جاب لهم فاغنر فاغنر هذه تحب تروح للأماكن اللي فيها المال وفيها الذهب مالي فيها الذهب كثير ويدفع لهم تقريبا عشرة مليون دولار للشهر كثيرين يقولون أنا في البداية الجزائري اللي كانت تدفع هذا المبلغ اللي جمعت فاغنر على أساس وش يديروا يقضع الأزوات وبالفعل شرعوا أسلحة جابوا شرعوا من عند الصين شرعوا لكن بالحقيقة كان كان طرف خفي العصابة لم تنتبه له هذا الطرف هو الإمارات دخلة الإمارات عند الانقلابين في مال وقالوا كم يعطوكم الجزائريين قالوا لهم رقم ما نضربوه احنا في عشرة نعطوكم ما تريدون ونجيبو لكم السلاح من الصين ومن روسيا ومن تركيا ومن أمريكا نجيبو لكم السلاح من كل مكان بدل ما هذا جنات الجزائر يبقوا يمنوا عليكم ونحن نجيبو لكم كل شيء طيب واشنو المطلوب؟ المطلوب أنكم تفكوا ارتباطكم مع النظام الجزائري وتلغوا اتفاق الجزائر 2015 وتروحوا تهاجموا الأزوات وتحتلوا طنبكتوا وقعوا وكيدال وتروحوا حتى لحدود الجزائرية وبدأوا وجماعة مالي وتبقى ألغوا اتفاق الجزائر قبل عشرة يال مع نهاية السنة قبل ما يلغوا اتفاق الجزائر كانوا مع فاغنر وصلوا إلى الشمال قبلها بسبوعين فتذكرون تحدثنا على المناضل الزوادي حسن أكفاقاقا اللي قتلوه على بعد 500 متر من تين زواتين الجزائرية قتلوا في تين زواتين المالية إذن جماعة فاغنر والعسكر المالي وصل إلى الحدود الجزائرية في اختراق للاتفاق القديم اللي هو 2015 كما قلت المتسبب الأول فيه شنغريحة لكن الأمور خرجت من يد شنغريحة شنغريحة كان يظن أنه هكذا يقدم خدمة للروس والروس يقدمونه خدمات إلى آخرين إلى آخرين خاصة عند ذاك الوقت ما كانش كاينة حرب أوكرانية وشنغريحة أيضا أنا لا أستبعد بالمناسبة أنا لا أستبعد أن شنغريحة عنده ملفات أخلاقية بالكراطن وفيديوات بالكراطن عند الروس ومش غير هو هو وآخرين لأن الروس يطبقوا هذا اللي كنا نتكلموا فيه على جيفري إبستن واش كان يدير ويصور العمال القادرة والأخلاقية تطبقها كل المخابرات الدولية ولما يروحوا ويعرفوا بلي كين ضباط كبار شنغريحة كان كولونال ما زال يبعثيه لروسيا ومرات يروحوا ثم فطبعا الروس يقدروا يقدمونهم كل الخدمات ويصوروهم وهم بعد يولوا في يديهم هاي الكارثة لما ما يكونش كين أخلاق هاوا علاش يحيروا ويدوخوا مع الناس اللي عندهم أخلاق لأن كيفاش تدخل الأجهزة سوى مخابراتية أو دولة أو كيفاش تدخل على الناس باش تأثر فيهم خاصة الناس اللي يعتبروا أنه ممكن عندهم مستقبل عندهم تأثير عندهم شعبية عندهم شهرة عندهم سلطة كيفا؟ يدخلوا في الغالب في الغالب يدخلوا بثلاث أشياء أول شيء يبحثوا عليه إذا الإيديولوجيا تتعوا كما هما لأن إذا الإيديولوجيا كما هما يقدروا يقولوا لونتا كما كانت الدور مثلا موسكو ما الأحزاب الشيوعية في أوروبا وكذا على أساس أنهم شيوعيين كلهم ويحاربوا الرأس ماليين إذا جابوا واحد بالإيديولوجيا فهذا ممتاز لأن الإيديولوجيا هي أهم شيء لأنهم لا يجبوا الإيديولوجيا أو لا يهموا الإيديولوجيا أو يذهبون بطريقة أخرى ما هي الطريقة الأخرى التي يذهبون بها؟ يذهبون بالمال يقولون لون ما تحتاج؟ كم تحتاج؟ عندك لا أعرف أريد أن تأخذ عطل أريد أن تأخذ صهرات أريد أن تأخذ مال تزوج بنتك تزوج ابنك يأخذ سيارات يأخذ المال نجيبوه لك إلى آخره هذه من طرق توظيف ريكريتمو لتقوم بها الأجهزة المخابرتية الأمر الثالث وهو الأخطر وهو الأخطر بالنساء يشوفوا إذا هذا الشخص يقدر يحب يعد عنده ميول وعلاقات نسوية ومشعار في الآخر يبدون ما نفصل فهذا هو المدخل وهذا تقريبا هو المدخل الأكبر طبعا هذه الثلاثة عندهم حاجة مرة يوضيفوها يدروا البروفايلينج طبعا الشخص يدخلوه من واحد الباب طبع النرجيسية يشوفوه إذا فيه نرجيسية ما فيهش كيفاش يحب يتنفخ كيفاش ما هي نقاطة ضعف خاصة النفخ المشاهير في الغالب يحبو يتنفخ فهذه إضافة هذا كذا كنا حاجة إضافية لكن هاي الثلاث قضايا سيرتوا وقضية النساء خطيرة جدا ولذلك يقول رسول الله رسول الله رسول الله شوفوا مرة مرة نرجع لكم لـ 14 قرن لأن في الحقيقة كل شيء موجود أخوف ما أخاف على أمتي شهوتين البطن والفرج شهوتين البطن والفرج المال والموضوع على النساء إذن ولذلك لما ما يلقوا واحد عندما يدخلوا لا من المال لا من النساء لا من الإيديولوجيا لا من النرجيسية يحيروا ما عندهم شيء يديروا ما عندهم شيء تم تظنوا بعض المرتزقة اللي كانوا مع الحراك الجزائري وذكرهم يقدسوا في الدارة تم تظنوا دخلونهم حاجة من هذا واحدة من هذا الأشياء الإيديولوجيا النظام الجزائري ما عنده شيء إيديولوجيا يبقى المال والنساء والنرجيسية ومرات في ثلاثة وفي الغالب لما يدوهم يورطوهم باش ما عندهمش وين يروحوا وين يتحركوا ما عندهمش وين يتحركوا فش بدناها على شينغريحة كيفاش جاب الروس إلى آخره المهم الروس انقلبوا عليه لماذا لماذا مثلا في علاقات الروس قوية مع نظام جزائري مع روسيا حلقات قديمة وسلا لكن الروس يحتاج الإمارات كثير من يحتاج الجزائر الإمارات علاقات واش قال لافروف ماذا قال لافروف قال في البريكس قال احنا الدول لدخلتها اللي عندها هيبة عالمية أو دولية وتأثير عالمي تأثير على الساحة الدولية وهيبة هيبة دولية أي أن الإمارات عندها التأثير والهيبة عندها لماذا عندها مال كبير ضخم ومدعومة من الصهيونية العالمية إذن انقلبت الفاغنر وانقلبه جنرالات مالي وقبل أيام نجى أحد كبار قادة الأزواد ويسمى محمد أقيمتالا نجى من محاولة اختيال كادوا يقتلوا بالخور من الحدود الجزائرية ما كان شبعيد في الفاغنر الإمارات تتحدى النظام الجزائري عند الحدود الآن وأنا أقولها لكم أنا لا أستبعد أن تقدم مجموعات مرتبطة بالإمارات أو بغير الإمارات لكن الاحتمال الكبير الإمارات بأن تقدم على هجوم على مراكز حساسة جدا مراكز حساسة الجزائرية جدا في الصحراء خاصة المراكز البترولية والغازية فأنا لا أستبعد ذلك لأن الآن طائرات بدون طيار سهلة الإمارات اشتركت مع الولايات المتحدة في إنشاء قاعدة عسكرية في أغادس لا تبعد على الحدود الجزائرية إلا 300 كم 300 كم بالنسبة لطائرات بدون طيار هي بعض الطائرات بدون طيار تقطعها في نصف ساعة أو في 45 دقيقة تقصف وترجع جماعة فاغنر اللي رأهم موجودين الآن على الحدود الجزائرية واللي تركيا بكل أسف وألم بعت لهم طائرات البيرق دار قبل أيام فقط جماعة مالي فرحانين أنهم جابوا خمس طائرات من النوع الجيد من طائرات الدرونز هذا يقصف في الجزائر كما يريدون كون يحب يقصف محمد معلومات التي لدي الآن رأي في العاصمة العاصمة الجزائر بدأت العصابة تنتبه للأخطاء الكاري تيلر تكبوها بدأوا ينتبه وبدأوا يفهموا بأن الأزواد حلفاء وليس أعداء وأن الأزواد هؤلاء ساندوا في الثوران تعالى ورفضوا تقسيم الجزائر لا تنسو أنه يقول من بين الطرحات التي كانت عنده أنه ينشئ كيان للتوارك منه جزء من الأراضي الجزائرية هذه كانت فيها 1959 و60 كان الحديث وأشياء أخرى كثيرة فأغنتالا إذن راح في الجزائر الآن وأغنتالا المعلومات التي لدي تقول أن هناك دول غربية لكن ثلاث دول غربية تتواصل معه ويقول له نريد موافقتك لأن أغنتالا هو هذا وريث واحدة من أهم السلطنات الموجودين في الشمال المال كاشنهار ندي لكم كل تفاصيل كيف هي هذه السلطنات وانتقى متى إلى آخر وبالمناسبة هذه السلطنات كاللي أمرها 500 سنة كاللي أمرها 700 سنة مثلا العرش الأهكارن وهو عنده سلطنة آدجر وسلطنة الأهكار اللي واقعين في الجزائر آدجر من جهة إليزي والأهكار من جهة تامرست حضر أمرهم مكتر من 500 سنة وللأسف منذ قبل 92 تعامل النظام الجزائري معهم بكثير من التعالي ومن مش فاهم النظام هذا عصابات لا تفهم بللي هؤلاء حلفائك موش خصومك والدليل ها رحت تتحلفت مع عسكر مالي انقلبوا عليك بمجرد أنجاهم الإمارات يعطى لهم أكثر والإمارات عندها خطة قلنا عليها أكثر من مرة بعدما فككت المشرق العربي تريد أن تفكك شمال إفريقيا والمغرب الكبير تفكيك هاو السودان هاو يتفكك قدامنا إذا حطينا في شمال إفريقيا مصر هاي تحت الخضوع الإماراتي ليبيا هي تتفكك واش باقي باقي الجزائر والمغرب وموريطانيا تونس هي تحت النفوذ الإماراتي وبالنسبة للجزائر والمغرب دارينهم خطة باقي تتخلف بعضاهم والإمارات تكون مرتاحة تماما إمارات رأي تنفذ في مشاريع عالمية مش برك ليها هي إضافة إلى أماكن الذهب مثلا رح نعطي لهم معلومة الآن المعلومات التي لديها أن جماعة فاغنر والجيش المالي سيهاجمون ثلاث مناطق قريبة من الجزائر في الأيام القادمة على أقصى تقدير في الأسبوع القادمة ما هي هذا الناماكن سيهاجمون تينزواتين المالية التي قريبة من تينزواتين الجزائري وسيهاجمون بلدة تهندرت إن شاء الله نكون تقتمليح التي هي قريبة من تيميوين لكنها هي دخلة في الأراضي المالية يعني شمال المالي وهي أزوات وسيهاجمون عين خليل وهي قريبة من برج باجي مختار هذه المدن الصغيرة أو البلدات الصغيرة الإماراتية المالية قريبة من هذه المدن الجزائرية ويوجد إماراتيين مكتشفين مناجم ذهب كبيرة جدا فيريدون يضربوا أصفر بحجرة يسيدروا على الذهب هناك تحميه فاغنر يحول الذهب إلى الإمارات جزء منه يذهب إلى الطغمة في مالي الطغمة في مالي مرتاحة لأن هذا الذهب كان موجود تحت الأزواد ما كان موجود تحتهم والإمارات مرتاحة تنهب ما تشاء وفاغنر يدي حقه وهكذا روسيا مرتاحة إمارات مرتاحة الجماعة هذون مرتاحين عسكر مالي وإلى آخره لكن بالنسبة للقوة الغربية قضية وجود فاغنر هناك كارثة كانوا انتقدوا النظام الجزائري بشدة ولذلك شنغريحة راح يديلهم تنازلات الآن شنغريحة يقوم ويقدم تنازلات راح نشوف وها ما هيش بعيد أيام أسابيع تسمعوا أن قصفا أمريكيا قد حدث في شمال مالي ضد فاغنر لا أستبعد ذلك طلاقا هذه مش معلومة هذا تحليل لأننا نعرف وين يكون فاغنر من الولايات المتحدة يتصاب بالجنون لأنها تعرف أنهم يحدثون الفوضى وأيضا معناها نفوذ روسي وهذا صراع أمريكي روسي أمريكي فطحين أنت شنغريحة ومجموعة لكن مش فهمين ما يعرفوش لا يستطيعون إدارة ثكنة كازيرنا فكيف يديرون دولة بكل ما هي من تعقيدات داخلية وخارجية وعلاقات خارجية وصراعات وخصومات لا يعرفون لا يعرفون